هل يستطيع أن يرسل قيمة الأضحية إلى أهله في بلاده ويقوم أحد بالوكالة عنه في الأضحية طبعا نعم هذا السؤال يعني له شقين الشق الأول هو الوكالة في الأضحية هل يجوز لي أن أوكل غيري في الأضحية نعم يجوز لك أن توكل غيرك في الأضحية سواء كان في نفس البلد أو في بلد آخر هذا الشق هو الشق أول الشق الثاني وهو أنك يجوز لك أن تنقل أضحيتك من بلدك إلى بلد آخر يعني الأصل أن تكون في نفس البلد فإذا كانت هناك بلاد أحوج إلى هذه الأضحية فيندب ويجوز نقلها إلى مثل هذه البلاد فعندها يجوز لك نقل الأضحية أو الوكالة في بلد آخر لمن يزبح بلد أشد احتياج إلى مثل هذه البلاد كما هو الحال في مكة المكرمة في الهدي نعم الهدي كان قديما يعني قبل سنوات قليلة كان يزبح الهدي ويرمى في الصحراء ويدفن لكن كانت هناك التحديث دائما لمفردات الشريعة ومقاصد الشريعة نعم هذا الهدي يجمد ويرسل إلى البلاد الأكثر فقرا والأشد احتياجا إلى هذه اللحوم التي ترمى يعني هذه هذا مقصد من مقاصد هذا مقصد الشريعة كما أن المقصد في عيد الفطري التوسع على الفقير بزكاة الفطر وأغنوهم عن السؤال في هذا اليوم كذلك التوسع على الفقراء في يوم عيد الأضحى قال الله سبحانه وتعالى في الأضحية فكل منها وأطعم البائس الفقير وقال القانع والمعتر والقانع هو الذي يتعفف عن السؤال وهذا يفتح المجال لتوزيع الأضحية كيف أوزع الأضحية هذا السؤال نعم لكن قبل هذا السؤال قد يرد على بال أحدهم هل يجوز أن أخرج قيمة الأضحية طيب بدون ما ما أزبح نعم بدون الذبح بدون أن يأتي بال طيب قيمة الأضحية أولا يعني الأضحية هي سنة مؤكدة وهي على الوجوب أو على الندب كما ذكر لكن قيمة الأضحية اختلف فيها العلماء بين أمري قالوا إذا تخرج قيمة الأضحية عن رجل حي ولا تخرجها عن ميت يعني إذا كانت عن حي فينبغي أن تكون الأضحية أفضل من المال وهذه مفاضلة وإن كانت عن ميت فالقيمة أفضل ليه لأن المزكي حين يذبح وحين يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فالثبيحة الواحدة تكفي لكن الميت لا يذبح بنفسه بل يذبح عنه غيره من الأحياء سواء كان من ورساته أو ممن يعني وصاه قبل موته بأن يفعل هذه الأضحية كعادة سنوية يقوم بها ولا يحرم أجرها فعندها نقول المال أفضل وعلى كل قد قال علماؤنا رأيا وسطا بين الإثنين وهذا الرأي الوسط أنا أقول به إذا كانت البلاد التي عاش المضحي فيها بها وفرة للحوم وفرة للحوم فيكون إخراج زكاة أو القيمة أفضل إذا كان بها وفرة من اللحوم يكون إخراج القيمة أفضل لأنه اللحوم موجود فبالقيمة يشتري ما يحتاج إليه من ثياب أو أدوية أو خلافه أما إذا كانت هذه البلاد تعاني من فكر ولا تشهد وفرة اللحوم فيجوز هنا وينبغي ويفضل ويستحب أن يخرج الأضحية كما هي من بهيمة الأنعام لا أن يخرجها قيمة وماذا إذن إخراج الأفضل هو القيام بالهدي نعم هذا لإحياء السنة حتى لإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوزيعها هنا كما ورد في الحديث الشريف التوزيع الإنسان مخير فيه لكن العلماء قالوا يقسمها سلاسة أقسام سلس له ولأهل بيته وسلس يهدي به أو يهادي به وسلس للفقراء والمساكين وعلى كل هذا التقسيم ليس بواجب التقسيم مستحب يعني هو تقسيم مستحب إن ضحى وأكلها كلها فلا شيء عليه وإن وزعها كلها لا شيء عليه وإن قسمها نصفين لا شيء عليه ولكن ينبغي أن يأخذ بهذا التقسيم الذي ذكره الله في الآية كما ذكرنا القانع فأطيمه القانع والمعتر القانع هو المتعفف فهذا المتعفف الذي لا يسأل أنا أهدي إليه لأنه لا يسأل والمعتر هو الذي يسأل الناس يعني يطالب بهذا الحق له فيعطي هذا ويعطي ذاك هذا على سبيل الإهداء وهذا على سبيل التصدق وعلى كل فهذا التوزيع ليس بلازم لأن كثير من الناس يعني ييجي عند التوزيع هذا يعني كأنه بميزان دقيق السلس والسلس والسلس هنا السؤال لو قام بإهدائها إلى أحد على غير دين الإسلام إلى غير المسلمين نعم يجوز أن يعطي لغير المسلمين منه ونستذكر هنا أبيات لشاعر يقولها في العيد عندما قال يزورك العيد والأشواق تحمله يزورك العيد والأشواق تحمله وإن أعنك لم تحمله أرجله كالصوم ما كنت مختارا لنقلته وإنما الفلك الدوار ينقله يجره عنك كرها وهو ملتفت إليك يدعو لك الباري ويسأله وود طول مقام حين طاب له وود طول مقام حين طاب له ما أنت فيه من الخيرات تفعله تزاحمت نحوك الأعياد واستبقت شوقا إليك لأمر لست تجهله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر